على الرغم من كثرة الحديث عن قرب السنة في صدرات النفط من أربيل إلى تركيا منذ أشهر إلا أن هذه العملية لم تتم حتى الآن بالنظر إلى حجم العقبات الضخمة التي تعترض طريق العودة بحسب شركة أبحاث الطاقة وود مكنزي شركة الأبحاث بيّنت أن تصريحات الحكومة التركية الأخيرة في هذا الصدد تبشر بقرب السنة في تدفقات صدرات نفط كردوسال عراق إلى تركيا عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جهان التركي إلا أن الأمر يحتاج إلى حل مجموعة من القضايا والمعضلات السياسية والتجارية بين البلدين أول هذه القضايا تتعلق بتجار النفط المتعاملين المشارين لنفط أربيل إذ يجب على شركة تسويق النفط العراقية سومو أن توقع عقودا جديدة معهم على الرغم من قدرتها على السناف صدرات وبيع الشحنات الفورية دون الاتفاق معهم فضلا عن ضرورة تسوية المسائل القانونية بين أنقرة وبغداد والموافقة على شروط والرسوم المستقبلية لخط الأنابيب رابطة صناعة النفط في كردستان العراق شارت إلى أن الحكومة في بغداد تتكبد ما يزيد على مليون دولار يوميا في صورة غرامات لصالح تركيا نتيجة عدم وفائها بالتزامات اتفاقية خطوط الأنابيب مع أنقرة في وقت قدر اقتصاديون إجمال الرسوم بنحو 25 مليون دولار شهريا ما قد يوفر حافزا لدى بغداد لتسوية مطالبات التعويض مع تركيا وحل مشكلات الموازنة وتقاسم الإرادات مع حكومة كردستان العراق وعود صادرات النفط من أربيل إلى تركيا هو إذن تاريخ طويل من الصراع بشأن السيطرة على أنتاج النفط وصادراته وعائداته بين بغداد وأربيل سيما بعد انقطاع النفط إلى تركيا قبل سبعة أشهر بسبب حكما دولي ضد حكومة كردستان العراق ما أدخل خط أنبيب النفط الممتد من حقول مدينة كاركوك إلى ميناء جيهان في إطار المزاع على مدى العقد الماضي وأدى ذلك إلى تعريض صادرات النفط العراقي إلى تركيا بحالة من الشد والجد الحادة سيما خلال السنوات الأخيرة سيما خلال السنوات الأخيرة